في منتجة ناتاغو اجتمع الرئيس الروسي فلادمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي الخميس سعياً لإحراز تقدم بشأن النزاع الإقليمي الذي منع البلدين من التوقيع على معاهدة السلام بعد الحرب العالمية الثانية وسيجتمع الزعيمان في فندق جبالي في مسقط رأس آبي في جنوب غرب اليابان ثم يجتمعان مرة أخرى في توكيو يوم الجمعة الجانبان سيوقعان على الأرجح بعض الاتفاقيات بشأن التعاون الاقتصادي في مجالات مختلفة أما فيما يخص القضية موضع النزاع فقد قلل الجانبان من توقعات تحقيق انفراجة حول قضية جزر غرب المحيط الهادي التي استولت عليها القوات السوفيتية في نهاية الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر